ومعنا للحديث حول الموضوع الشيخ الأستاذ الدرديري والبابة والمعطى وإن شاء الله تعالى سيشبع الموضوع ضحفا إذن الشيخ نتحدث عن أحكام الصيام وآدابه في هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله باب الحمد مفتوح والله بالحمد محمود وممدوح فالحمد منه له والمدح منه له فادخل عليه به فالباب مفتوح روى السيوطي في كبرى الخصائص عن طاها عن الروح عن ذي العرش سبحانه لا يعرف الله إلا الله جل كما لا يعرف المصطفى إلا هو عرفانه فمبلغ العلم فيه أنه بشر ما كان خلق على ما كان ما كان أبدعت شعرا فلا أنفك شاعره لو كنت أحسن زفنا كنت زفانه أرجو بمدح شفيع المذنبين غدا عفو الإله ورحماه وأفرانه وأن يثبت إيماني ويجعله إيمان من لا يضيع الله إيمانه روح من النور في جسم من القمر كحلة نسجت بالأنجم الزهري لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على حذري نور نطل على الحياة رحيما وبكفه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما الله عظم قد رجاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هباط ومن تكن برسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت متحا فيه واحتكمي فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه فمبلغ العلم فيه أنه بشر ما كان خلق على ما كان ما كانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين كما ذكر الشيخ عثمان حفظه الله تعالى أن الموضوع سيكون بإذن الله تعالى عن أحكام الصوم وما يتعلق به لأن هذا الشهر الذي افترضه الله تبارك وتعالى على عباده قد أضلنا زمانه ولابد للعبد أن يتعلم أحكامه حتى يكون على بصيرة من أمره لأن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بوفق ما شرع وهذا الصوم وهذا الشهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أخبر به الأمة ويتبادل الأمة طبعا فيه التهاني بحلول هذا الشهر الكريم لأنه فرض من فرائض الله تبارك وتعالى وهذا الصيام طبعا فرضه الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فرضه على غيرها من الأمم فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وابن عباس رحمه الله تعالى يقول إذا سمعت نداء الله يدعوك فاعلم بأنه إنما يدعوك لمصلحة علمتها أو لم تعلمها وإذا سمعت نداء الله ينهاك فاعلم بأنه إنما ينهاك عن مفسده علمتها أو لم تعلمها فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الصيام ولفظ الكتب ولفظ الفرض ولفظ الحتم الفاظ متراجفة يطلقها علماء الأصول على الأمر الذي يامر الشارع المكلف به أمرا جازما إن فعله أثيبا وإن تركه عوقبا ولهذا قال السيدي عبد الله بن حاج إبراهيم رحمه الله تعالى في مراقل السعود الفرض والواجب قد توافقاك الحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة أنتماء وابن عاصم رحمه الله تعالى يقول في المرتقاء معنى وجوب الفرض باتفاقي وخالف النعمان في الفطلاقي فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بمعنى فرضة بمعنى حتمة بمعنى لزمة هذا الأمر أمرك الله تعالى به إن امتذلته أثابك الله تبارك وتعالى وإن تركته عاقبك الله تعالى عليه لأنك تركت فرضا من فرائض الله سبحانه وتعالى فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لأن ثمرة الصيام هي تقوى الله تبارك وتعالى والتقوى هو امتذال أوامر الله تعالى واجتناب نواه الله سبحانه وتعالى وحاصل التقوى اجتناب وامتذال في ظاهر وباطن بذات نال ويقول العلامة حامد وأن ابن محمد ابن محنضباب ابن عبيد وعلم بأن العلم بالمحرمه عليك والمفترض المحتمه وعلم ذا الثاني وترك الولي هو التقى وصية المولى العلي وهي للبيان والعموم لم تحتج إلى شيخ وبالشيخ تم وبيس وصف من به التصفلات عجاله التوبة مما فعله إذن ثمرة الصيام والذي افترضه الله تبارك وتعالى علينا معاشر المؤمنين كما فرضه على من قبلنا من الأمم لتحصل التقوى بمراتبها التي أشار له العلامة الشيخ محمد العاقب الميابة رحمه الله تعالى في مجلس شيخنا العلامة الشيخ مالعينين ابن الشيخ محمد فاضل رحم الله الجميع بقوله حضرت مجلس إمام النصح ماء العيون بعد أن صلى الضحى يحدث الناس بدين أحمدي وهو يقول جالسا في المسجد إن التقى وهو أعز ما اكتسبه همتي يأتي على خمس رتب تقى يخلص من الخلود وهو اتقاء الشرك بالمعبود وما يقيد دخوله في الجحيم وما ينجي من عذاب المسلمي في قبره هو اتقاء اللممي وما ينجي من عذاب المسلمي في قبره هو اتقاء اللممي وما به تستكمل الأرباح هو اتقاء بعض ما يباح فقمت مصغيا لما حكاه وصافحة ديتي يداه وعاد هو علي حتى استكملا حديثه كما حكاه أولا فعلى المسلمي إذن أن يعلم بأن هذا الصيام فرضه الله تبارك وتعالى عليه لكن لما بيّن الله تعالى الحكمة من فرضه بيّن أنه أياما معدودة هذه الأيام أيام معدودة فقط تمر كمر البرق على المسلمي الذي يمتذل فيها أوامر الله تعالى ويجتنب فيها نواهي الله تعالى ولأن هذا الشهر نعمة من نعم الله تعالى الكثير ممن عرفناه في السنة الماضية يتمنى على الله تعالى أن يوفقه لصيام هذا الشهر وهو الآن في عداد الموتى والكثير من الناس سيموت قبل حلول هذا الشهر نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين نحن وجميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر علي ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذا الشهر أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الذين تلوه آناء الليل وأطراف النهار والذين قوموا به الليل والذين صلي به فرائضنا هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى جملة واحدة في ليلة القادر إلى سماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل منجما على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث ولهذا قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهديء والفرقان وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من إلى آخر الآيات ويقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القادر وما أدريك ما ليلة القادر ليلة القادر خير من في شهر إلى آخر السورة إذن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى في هذا الشهر أنزله جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل منجما بحسب الوقائع والأحداث كما قلنا ثم إن هذا الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة إذ في حديث جبريل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه وفي حديث البخاري الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وبيّن من بين هذه الخمس صوم رمضان كذلك في حديث معاذ بن جبريل عند الترمذي وحسنه قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخره ففرضه إذن ذبت بكتاب الله تعالى وذبت كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا الصيام رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترغيبا شديدا في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث متفق عليه وصح عنه كذلك أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث متفق عليه وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث متفق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلغت أبواب النار وسلسلة الشياطين وفي بعض الروايات وصفذت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أخصر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفوه ولا يصخب وإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه والحديث طبعا رواه الإمام البخاري وثبت كذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه لأجلي للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح ولخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يبين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من فضل هذا الشهر أن فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله وصح عنه كذلك أنه قال في الجنة باب يقال له الريان يدعى منه الصائمون فإذا دعي منه الصائمون لا يدخل غيره فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل كذا دعي من باب كذا ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ولا يدخل منه غير الصائمون إذن هذا الشهر فيه الكثير على كل حال من الترغيب والذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل المسلم أن يصومه حق الصيام وأن يقومه حق القيام ثم إن هذا الصيام العلماء رحمه الله تعالى قسموه إلى ثلاث أقسام هناك صوم العوام وهناك صوم الخواص وهناك صوم خواص الخواص فصوم العوام هو الصيام عن شهوتي البطن والفرج مع أكل الغيبة والنميمة والكذب والعياذ بالله تعالى إلى غير ذلك هذا الصيام وإن كان صياما صحيحا لكنه خال من الأجر خال من الأجر وما ينبغي للمسلم أن يرضى لنفسه بهذا فينبغي حفظ لسان السائحي عن هذر وسائر الجوارحي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا شرابه رب صائم ليس له من صيامه إلا العطش ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر وفي بعض الروايات ليس له من قيامه إلا التعر إذا لم يكن في قلب مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحسبي إذا من صومي الجوع والضماء وإن قلت يوما أني صمت فما صمت لا تجعل الرمضان شهر بكاهة تلهيك فيه من القبيح هنونه واعلم بأنك لا تنال قبوله حتى تكون تصومه وتصونه فلابد إذا أن نصون العين وأن نصون الأذن وأن نصون الرجل وأن نصون اليد لأن العلماء رحموا أن نصون اللسان لأنه يوبق صاحبه ويهلكه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها باله يهوي بها في النار سبعين خريفا وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يرفعه الله بهذا رجال معناها أن الإنسان الله هو قطاع صغراسه وهذا الإنسان يجني به الخير كما يجني به الشر ولهاء العلام الشيخ محمد ملود في محارم اللسان قال هذا ولما جاء في اللسان ما جاء من الضرر بالإنسان والسمع والبصر يشهداني وعنه ما يسألك الجناني ذكرت في الإثنين ما عساه يكون واقيا لمن قفاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وفقديه أضمن له الجنة وما بين اللحيين هو اللسان فقال صلى الله عليه وقال فقلت والله القديم الباقي بيجه الأمور وهو الواقي لكنه ربط بالمسببات اسبابها وحرم المحرمات دون كثن من محارم اللسان لم يدره إلا فلان وفلان وهو أوقع شو محمد مول قال وهو أوقع بذي البقاعي من الرهاني وخروج الساعي الساعي شنو وخرج الساعي ولو بجد من طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب إن كان قال الخليل بسكات نعم إذن قال وهو أوقع بذي البقاعي من الرهاني وخروج الساعي تزينه من الشارع وقد زينه منها ومن هذا ما زينه لذا مسلم الحرم باسم يوهم وليس حرما آثم وآثم إلى آخر ذلك النص فلابد إذن للإنسان إذا أمسك عن شهوتي الفم وشهوتي الفرج أن يمسك كذلك جوارحه أن تصوم يده وأن تصوم رجله وأن تصوم أذنه وأن تصوم عينه وله قال العلامة محمد مولود وينبغي حفظ لسان السائحي أي الصائم عن هذري وسائري الجوارحي والعلماء قال علامة إعراض الله تبارك وتعالى عن عبده أن يشتغل فيما لا يعنيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وما يعنيه هو حسنة لمعاده أو درهم لمعاشه ولهذا قال بعض العلماء علامة الإعراض من ذلمني عن عبده الشغل بما لا يعني حمدا لمن شغلنا بالذكر وغيرنا شغلهم بالنكر شغلنا عنهم بذكر ربنا شغلنا عنهم بذكر ربنا شغلهم عن ذكر ربهم بنا والله قادر على أن يجعلا بالعكس لا لكنه ما فعل إذن هذا صوم العوامي وما ينبغي للمسلمين أن يرضى به لنفسه من العوامي يصومون عنه ينصومون فقط عن شهوتين البطن والفرج هناك أوليد النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة ما لم يخرقها هذه في رواية الترمذي الصوم جنة ما لم يخرقها الجنة معناها ما تتقي به الغير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم تخرقها زاد الطبراني في الأوسط وخرقها بغيبة نو كذب معناها خرق الصوم يقع بالغيبة والله بالنميمة والله بالكذب النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرقها بغيبة نو كذب والغيبة ذكرك أخاك بما يكره والنميمة حمل كلام الغير على وجه الإفساد فهذا لا بد أن نصوم عنه جميعا النوع الثاني هو صوم الخواص وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج مع صوم الجوارح عن المحرمات تصوم يده وتصوم رجله وتصوم أذنه وتصوم عينه وهذه الدرجة درجة لا بأس بها فعل الإنسان أن يتحامى عن الدرجة الأولى حتى يصل إليها الدرجة الثالثة وهي أكملها هي صوم خواص الخواص وهو الإمساك عن ما سوى الله تبارك وتعالى إننا يرتل الرحمن صوم فلن أكلم اليوم هذا هو الصوم عن ما سوى الله تبارك وتعالى فعل الإنسان إذن أن يتحامى عن الدرجة الأولى وعن الدرجة الثانية حتى يصل إلى الدرجة الثالثة فيصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وَمَنْصَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا وَاِحْتِسَابا وغفر له ما تقدم من ذنبه يستطيع الجمع بين كل هذه المسائل الثلاث ويستطيع طبعا أن يجمع بين هذه المسائل الثلاث لأن الجمع بينها هين إذا كان الإنسان له همة إذا كانت له همة ويريد أن يعبد الله تعالى حق عبادته ثم لا بد كذلك للمسلم أن يعلم بأنه من من الله تعالى وفضله أن الحسنة مضاعفة في كل الزمن مضاعفة في كل الزمن والسيئة لا تحسب على العبد في كل الأزمنة إلا سيئة واحدة إلا إذا عظم الزمان أو المكان فإن عظم الزمان عظمت الحسنة كما تعظم فيه السيئة وإن عظم المكان تعظم كذلك فيه السيئة كما تعظم فيه الحسنة رمضان مثلا السيئة فيه مضاعفة بيت الله الحرام السيئة فيه مضاعفة المسجد النبوي المسجد الحرام المساجد الأخرى السيئة فيها مضاعف ولهذا حمد مولود قال إن عظم الزمان والمكان عظمة الطاعة والعصيان كرمضان مثلا وعرفة وكالمساجد وكمزدلفة إذن هذه الملاكين تعظم فيها الطاعة كما تعظم فيها المعصية فعلينا أن نخاف الله سبحانه وتعالى وعلينا أن نعبد الله تعالى في هذا الشهر حق العبادة معنا الله تعالى يعبده في كل شيء الله تعالى هو رب رمضان هو رب شعبان هو رب رجبي هو رب المحرم رب لك صير لول رب لك صير التالي قال المرتاح معناها رب الشهور بكاملها وعلى الإنسان إذا أراد أن يعصي الله تعالى كما قال ابن حنبل عليك أن تذهب إلى مكان لا تضلك فيه سماء الله تعالى ولا تقلك فيه أرض الله تعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإحسان سألوا عن إحسان قال إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه والعلماء يقولون لا تجعل الله أهونا ناظرين إليك معناها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضيه لأن القول هذا خطير جدا معناها لا بد للإنسان أن يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى مطلع عليه في جميع حركاته ومطلع عليه في جميع سكناته فعلي الإنسان أن يعبد الله تعالى حتى يأتيه اليقين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله تعالى لا يصل إليه شيء من عبادة المكلف سواء كانت صلاة أو صوما أو زكاة أو حجا كل هذا يعود لك أيها المكلف لأن الله تعالى في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فريحمة الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه معناها لا يشك حد على أنه لا صل على أنه لم عدل الملانة والله على أنه لا زكى فعلا أنه لم عدل الملانة والله على أنه لا حج على أنه لم عدل الراصة ولا ينفعك ساعة لا ينفعك على ساعة انتقلت عن هذه الدار انتقلت إلى عالم القراء انتقلت إلى الدار الحقيقي التي هي منزل كل واحد مننا فلن ينفعك في ذلك الوقت إلا عملك إذن لا بد للإنسان أن يعظم هذه الشعيرة حق تعظيمها لأن الله تعالى قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والصوم طبعا من شعائر الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نعظمه حق التعظيم أن صومه حق الصيام وأن قومه حق القيام ثم إن الصيام في اللغة ينطلق على الإمساك ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجوم أما في الاصطلاح عرفه الفقهاء بأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج مخالفة للهوى في طاعة المولا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مبيتة في غير أيام الأعياد والحيض والنفاس وهذا التعريف تعريف جامع مانع أتى بكل شيء يتكلم العلماء هنا عن الحكم التي شرع الصوم من أجلها هذا الصوم له حكم شرع من أجلها ومن هذه الحكم ومن هذه الحكم التي شرع الصوم من أجلها أولها مخالفة الهوى هذه حكمة من الحكم التي شرع الصوم من أجلها إن يخالف الإنسان هواه لأن الإنسان بفطرته وهذا الشخص العلامة حمطبابة قاله والجسم مثل سائر الأنعام يحتاج للشراب والطعام معناها لأنه لاكي في البهايم كاملة في حب الشراب وفي حب الطعام لكن بالصيام يخالف هواه في حب الشراب يخالف هواه في حب الطعام يخالف هواه في حب جميع الملذات ويقبل على ربه سبحانه وتعالى إذن الحكمة الأولى من الحكم التي شرع الصيام من أجلها مخالفة الهواء منها ومنها كذلك منها صقل القلب وهذا لا يحصل إلا بالصيام فهذا القلب إذن لا بد من صقله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح إلا لرواه النعمان بن بشير رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلا بد إذن من صقله وصقله لا يكون إلا بالصيام ولهذا العلام أوفاء رحمه الله تعالى يقول مداخل الشيطان هي اثنى عشر إلى قلوبنا معاشر البشر الحرص والحسد هم الغضب البخل حب المال والتعصب حب التزيون وعجلة شبع وسوء ظن بالعباد والطمع تفكر في ذات الجلال ذكرت الشيخ الرضا الغزالي إذن لا بد أن نسد كل الأبواب التي يمكن للشيطان أن يدخل منها إلى قلب العبد ولا بد للإنسان أن يعلم بأن الفتنة تعرض على قلبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب نشربها معناها نشربها حبها داخلته وافقت هواه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيما قلب نشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب ننكرها نكتت فيه نكتة بضاء حتى تعود القلوب إلى قلبين قلب نسود مربادا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب نبيض لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض ولها قال بعض العلماء وإن بين العبد والإله حدا من الذنوب هذا العلامة حامد وإن بين العبد والإله حدا من الذنوب يا ذا الساهي إن يصل العبد إليه يطبعي منه على القلب فلم يرتدعي فلم يوفق لهدى من بعدي فويل المنتهي للحد إذ ورد في بعض الأثار بين العبد وبين الله بريد من المعاصي إلا أنه تم العبد لا ينتهيك هذه المعاصي حتى يصل إلى آخر بريد طبع الله على قلبه بطابع النفاق والعياب بالله فلا يوفق لهدى ولا يوفق لتوبته إذن الحكمة الثانية هي صقل القلب من جميع شوائبه الحكمة الثالثة هي حبس النفس على الطاعة وحبسها عن المعصية ولهذا الشيخ العلامة حمد الله باللمين حقا الله تعالى بن عطاء الله قال النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل قال العلامة حمد الله فإن تكن بالحق غير شاغلي لها تكن شاغلة بالباطل معناها لا بد من حبس النفس على طاعة الله تعالى وأطرها عن معصية الله أطرا وهذه النفس هي التي تصلح تصلح بها جميع الجواره ويصلح بها القلب وما أحسن ما قال العلامة الشيخ محمد بابا حفظه الله تعالى في قصيدته الدينية المعروفة رأس التصوف رفض الخفض والدعتي والميل للفقر والإيثار للضعتي فقنع بخبز شعير ننحنيت به وسحق شبة صوف أو مرقعة وكن بأربعة الأبدال محتصنا فهي حصن من الأعداء الأربعات تابع إلى أن قال وقدمن جهاد النفسي واعترضا هو الجهاد الأكبر بلنب صلى الله عليه وسلم قال رجعناه من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الجهاد الأكبر اللي هو شنه جهاد النفسي اللي هو جهاد السيف اللي وجدها الكفار قال الشيخ العلامة حمد بابا قال وقدمن جهاد النفسي واعترضا لجندها برماح منك ومشرعتي فالنفس كسلا عن الأعمال مائلة لكل حظ إذا في الحظ أطمعت لكن إذا فطمن عن طبعها فطمن فسارعت للذين عنه تمنعتي فجانبت كل مكرون وممتنعين وأكملت كل فرضي بل تطوعت وإن تعودت الأعمال دائبة وللرذاه الذي اعتادته والدعتي كانت قؤودا سبوحا إن تقد جمزت وكلما استسرعت في السير أسرعت وإن تخلت عن الأعمال وغمست فيما اشتهد وأجابت داعية دعتي كانت حرورا جرورا إن تشمئ الزلداء إحساسها بلجام أو ببردعتي فعود النفس منك الجدة واتقيا تصديقها إن لعذر الخادع الدعتي وعن رضاع الهوف طمها بفكرك في يوم ستذهل فيه كل مرضعتي وفي سلاسل أصحاب الجحيم وما يراهنالك من غل ومقمعتي ومن كبول لأقدام مضخمة شبيهة بالجبال السودي جمعتي إلى آخر ما ذكره الشيخ العلام راني من هال من بردع طلاب العلم إنهم يقراوا لهذا العالم يقراوا للشيخ محمد بابا به اللي كتبه على كل حاله اللي يريد أن يربي نفسه به البغي ولا عادم من لحد يدور الفقه يدور يجبره في المباح ويجبره في كتبه أنصحوا به نفسي أولا وأنصحوا به طلاب العلم أمثالي أن يا الله نقراه للشيخ العلام الشيخ محمد بابا اللمين حفظه الله تبارك وتعالى إذن هذه هي الحكمة الثالثة الحكمة الرابعة أن يتشبه العبد بالملائكة الكرام لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون وإنما همهم طاعة الله تبارك وتعالى الحكمة الخامسة هي التنبيه على مواسات الفقراء تعناها إذا صام العبد وحس بألم جوعي وحس بألم العطش لا بد أنه سينتبه لغيره كان 11 شهر ما هو قاع حاسب الناس يعني الله يمسك من الساعة الرابعة والنصف فجرا إلى الساعة السابعة والنصف مساء يحس بألم الجوعي وبألم ترك الملاذاتي يكساعد وينتبه على أنه يعاد عن دماء أنه يا الله يتم يساعد بأخوته فهم فقراء طوال السنة في هذا الحال وانت حسيت بالجوع اللافذة الشهر وهذا من الحكم التي شرعها الصوم من أجلها والإنسان لا بد أن يكون من أهل جهودي ومن أهل إنفاقي ولسي ما في هذا الشهري لأن ابن عباس كما ثبت في البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبري فيدارسه القرآن وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان فلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتي جبري أجود بالخير من الريح المرسله أجود بالخير من الريح المرسله أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجمي أعطى عطايا أخ جلد الحديم فملأت رحب الفضاء من النعم زهاء ألف ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما وكيف لا ومستمد سيبه من سيب ربي ذي عناية به إذن هذه هي الحكم التي شرعها الصيام من أجلها وأشار لها بعض العلماء بقوله لقد شرع الصيام من أجل خمس سأمليها عليك بلا انسجام مخالفة الهواء منها ومنها مراي القلب يصف بالصيام وحبس نفس منها واتصاف بأوصاف الملائكة الكرام ومواسات وتنبيه الأنام على مواسات الفقير برجوع من السقام إذن هذه الحكم لا بد لصائم أن يستشعرها فهي إذن من الحكم التي شرع الصوم من أجلها ثم إن هذا الصوم له شروط وجوب وله شروط صحة وله شروط وجوب وصحة معا والشرط كما هو معروف في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى فقد جاء أشراطها أما في الاصطلاح هو جزء الماهية الخارج عنها والذي تنعدم الماهية بنعدامه والركن جزء ذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج وما عائلة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب والركن ما في ذات شيء ولا جاء والشرط عن ماهية قد خرجا كلاهما بعدمه تنعدم ماهية الأشياء فيما رسموا إذن هناك شروط وجوب لهذا الصوم وهناك شروط صحة وهناك شروط وجوب وصحة معا العلامة الشخصية عبد الله يقول شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف أنا شرط الوجوب ما يكلف العبد من قفتضاه ولا يطالب منه تحصيله ولو كان في مقدوره ذلك هذا ينقل شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف في الدخول الوقت والنقائي وكبلوغ بعث الأنبياء ومع تمكن من الجعل أداوة وعدم الغافلة وأنهم بدأوا شرط صحة باعتداده لفعل منه الطهر يستفاد والشرط في الوجوب شرط في الأداوة وعزوه الانتفاق وجداء المادة الوصولية لا بد زاد مملنها يلقم بها الدروس أنا نقوله لياسة من الناس العلامة الشيخ عبدالسلام بن حرم بن عاد الجليل رحمه الله يشير لما كنت أقول في شأن شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الوجوب الصحة معا قال قد قسمت إلى هلالة من الأقسام و63 معناها شرط الوجوب وحده فللوجوب وحده شرطان هما البلوغ معناها الشرط الأول لوجوب الصيام أن يكون الشخص بالغ معناها فلا صيام على صبي ليكون الشخص بالغ لايجب عليه وإنما يستحب في حقه أن يكون بالغ ولهذا قال شرط الوجوب قدرة أن يكون قادرة معناها له قدرة بدنية على أداء هذا الفرض لأنه مقيد بالقدرة البدنية معناها أن شروط الوجوب الهدن البلوغ و القدرة لها قالت إلى الوجوب شرطان، هما البلوغ و قدرة واثنان و واحد في الوجوب ارتفق بصحة، معنان شروط الصحة والوجوب معات واحد في الوجوب ارتفق بصحة العقل لا بد أن يكون شخص عاقل العقل إذن شرط وجوب وشرط صحة معا وواحد في الوجوب وارتفق بالصحة وهو عقل والنقاء معناها النقاء من دمي الحيض والنفاس هذا شرط وجوب وشرط صحته دخول شهري رمضان معناها كذلك دخول الشهري معناها برؤيته إما بكمال شعبان ثلاثين يوما وإما برؤية عدلين وإما برؤية مستفيدة ممازل الناس نتكلم عن ذلك دخول الشهري كذلك هذا شرط وجوب وشرط صحته لذا قال واحد في الوجوب ارتفق بصحة وهي عقل والنقاء دخول الشهري رمضان واجمعي شروط صحة فقط في أربع لمساك لمساك هذا شرط صحة شرط صحة لمساك وانليتي النية كذلك المبيتة إما قبل طلوع الفجر وإما معه وراه النية لا يضرها ما أحدث بعدها من أكل وشرب وجماعي يعني أنه في حالة مثلا نواها التاسعة والله نواها الساعة ده داعش والله منوي يعني أنه صابح صايم النهار لول من رمضان لا يضره ما أحدث بعد تلك النية من الأكل والشرب وغيرها نعم في إخليل قال ونية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين وإنما اختلف العلماء هل رمضان بكامله تكفيه نية واحدة أم لا بد لكل ليلة منه من نية من نية تخصها هذا محله خلاف قواعدي بين علماء القواعدي هل كل يوم من رمضان يعتبر عبادة مستقلة أم رمضان بكامله عبادة مستقلة مشهور المذهب بعلن رمضان بكامله عبادة واحدة وتكفيه نية واحدة ما لم يحصل انقطاعه بسبب المرض أو الحيض أو السذري فإن حصل انقطاعه جدد النية لما بقي من الأيام وأما إن لم يحصل انقطاعه عقد النية عند أول ليلة منه وعند طلوع فجر أول يوم منه هذه النية تكفيه لآخر يوم وإنما يستحب له تجديدها كل ليلة فقط إنما يستحب له تجديدها في كل ليلة فقط وهذا الخلاف اشار له العلامة الزقاق في القواعد قال هل رمضان بعبادة عرف واحدة أم بعبادات أليف عليه الاكتفاء والتجديد وبنية وهل كذا المسرود والشيخ خليل قال بنية مبيتة نوم مع الفجر وكذا نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين وروية على الاكتفاء فيهما إلى آخر ما ذكره خليل رحمه الله تعالى إذن النية هذه قلنا أنها شرط صحتي الإسلام هذا كذلك شرط صحتي شرط صحتي لأن الكافر لا يمكن أن يصوم لكن هناك خلافنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بها على كل حال محل خلاف أصولي لسنا إليه لأننا بسطنا في القول في حلقاتنا الماضية والحمد لله رب العالمي إذن هذه هي شروطه رأينا شروط الوجوب ورأينا شروط الصحة والوجوب ورأينا شروط الصحة فقط وهذه الشروط أشار لها العلامة كما قلنا عبدالسلام بن حرم بن عبدالجليل رحمه الله تعالى بقوله قد قسمت شرائط الصيام إلى ثلاثة من الأقسام فللوجوب وحده شرطان هما البلوق قدرة واثنان وواحد في الوجوب ارتفقا بالصحة وهي عقله وأنقى دخول شهر رمضان واجمعي شروط صحة فقط في أربعين المساكي والنية والإسلام والإسلام والزمن القابل والإسلام والزمن القابل للصيام فجملة الشروط تسعة وقر جميعهن في لوامع الدراب لكن لا بد أن أن أنبه قبل انقضاء وقت البرنامج وإلى أن نقول بالحسانية على أن كثير من الناس عودوا سأل في الشرارك من رمضان وياسر من الناس سامع لك الحديث الذي في سنن أبي داود وفي سنن الترويذي من الرواية أبي هرارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان معنا من الساعة اللي تدخل 15 منه شعبان ألا ما تلي قد حد يقضي إليهن اللي يدخل رمضان وعادت هذه ذريعة عندي أسر من الناس يعود يساله فيهن هارين واللي يساله فيها ربعة واللي يسال فيه سبوع يقول على أنه ما يقد يقضي وهللي شعبان يقوله والموريتان شعبان ما يقضي وهذه كلمة أنا نتبحر به يقوله شعبان ما يقضي أولا ابن رجبي الحنبلي في شرحه لعلال الترمذي كتاب عنده شرح إلى الترمذي شاب نقل عن الإمام الطحاوي قال على الإمام الطحاوي وقال بعلن أجمع الكثير من العلماء على ترك العمل بهذا الحديث لأنه يخالف لأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صيان منه في شعبان وبعلنها ما رأت استكمله شهرا يصومه إلا شعبان وعائشة رضي الله عنها قالت إني لا يكون علي الدين من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان معناها على أن يا اللي عليه أيام مازالوا يسالوا فيه من رمضان يسوى نهارين ويسوى ربعة ويسوى أسبوع وأجبع له يقضيهم ويعرف بعلن هذا الحديث اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان رواه أبو داود والترمذي بعض المتأخرين قالوا أنه لا يصحوا وأنا بعد من نفسي ما لقيله قالوا المتوفين نقوله لكن اللي قالوا المتقدمين قالوا المتقدمين المتقدمين متأدبين حقا ما قالوا على أنه لا يصحوا قالوا على أنه يخالف الأحاديث الصحيحة وبعلا أنه لا يجب العمل به وبعض قاعدوا المتأخرين قالوا على أنه لا يصحوا المهم أنه يخالف الأحاديث الصحيحة ومعروفهم كذلك حتى في باب المرجحات في آخر المراقي اللي هو رسل عبد الله شي يقول في المرجحات يقول وكونه أدعى في الصحيح لمسلمين والشيخ للترجيح عنها حديث كامل جف البخاري والله جف مسلم وجه حديث ثاني عقب وهذا الحديث اللي في البخاري والله مسلم هذا مرجح على غيره وهذا يذكر من قولة العلامة قراري اللحمة جورة وفي شأن الهجرة قال وقد قامت بقبائن عشراء وأربعا من الليالي بشراء وقال أربعا مع العشريناء والكل في البخاري جاي قناو ابن هشام قال أربعا فقط وما يخالف البخارية سقط هذا كلام العلامة شق قرار إذن حد كامل علي الشعالة كل حال من الليال واجب عليه يقضي وفي حالة ما قضاه ولا عنده حتى دخل عليه شهر رمضان لا يعود يعرف بعلنه فر والمفرط ترزمه كفارة صغراء معناها لأنه لا يخلي عنه القضاء به لرمضان لا يسع غيره لأنه اللي يوفى عنه رمضان هون الله يقضيك لجال فإذا قضاها أطعام مع كل يوم مسكينة اللي هو مد ومده هو من الأيدي شخص وساط من كل ذهر لا من أشخاص الفرض وليستها مقبوضتين بل ولا مبسوطتين ولذا رد على من قال إنه بمن مضاي خص والخرش في الكبير بالفرع جنص ومن يفرط قال صاحب رسالة قال ومن يفرط في قضاء رمضان لرمضان فعليه المدكان فعليه المدكان هذا إذن مما ينبغي للسادة المشاهدين وللسادة المستمعين أن ينتبهوا إليه ثم إن هذا الشهر له مثبتات تثبته هذه المثبتات أولها كمال شعبان ثلاثين يوما فإذا كمل شعبان ثلاثين يوما يجب على الناس أن يصم المثبت الثاني هو رؤية عدلين والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة لا عدل الرواية لهذا ابن عاصم قال وشاهد صفته مرعية عدالة تيقض وتابع من إن قال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرؤة الإنسان والعلامة الشيخ محمد مولود الله أحمد فال قال والعدل عند العلماء من رسمها سليل عاصمين ببيتينهما العدل من يجتنب الكبائر آت على الكسقاط حسن وفيهم ملي اعتراف للعلماء فضلهم ومحمد مولود ما هذه أول بركاته بالإحالة على كلام العلماء هوك في الزكاة محمد مولود ما جاب النصب قال وسائل النصب والأسناني مؤنتها ابن عاشر كفان دور يقرأ أحكام من صباء الزكاة حاله إلى ابن عاشر وهذا على كل حال فريد من نوع له كل حج عال ولذا قال العدل عند العلماء من رسمها سليل عاصمين ببيتينهما العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرؤة الإنسان إذن إذا ثبت الشهر برؤية عدلين والمراد بالعدل كما قلنا عدل الشهادة لا عدل الرواية ثبت كذلك الشهر وصام الناس به المثبت الثالث هو رؤية جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وهو المسمى عند الفقهاء بالمستفضة بغير المستفضة لا بد أن تجتمل على عدل لا بد أن تجتمل عدل عدل ذلك يقول شيء من الناس أن هل لا ياسر أنها جماعة من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب لكنهم اجتملوا على عدل يعني معناها لابد يعود فيهم عدل من أين يعود ما فيهم عدل ما هم مقبولين لابد أن يشتملوا على عدل ولو نصرى ولو نصرى قالوا لأن خبرهم يفيد العلم اليقينية يفيد العلم اليقينية كل واحد منهم يخبروا بأنه رأى الهلال ما يقول واحد من أنه سمعت زيد والله عمر قال كلهم يقول بعلن رآه في الناحية كذا فإذا رأوه بهذه الحالة ثبت شهر إذن هذه هي مثبتاته إما أن يثبت بكمال شعبان وإما أن يثبت برؤية عدلين وإما أن يثبت بالمستفضة ولهذا خليل قال يثبت شهر رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحب بمصر فإن لم يرى بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مستفضة وعما إن نقل بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله أو من الاعتناء لهم بأمره وعلى عدل أو مرجوب من رفع رؤيته والمختار وغيرهما فإن افطروا فالقضاء والكفارة إلا بتاولين فتاولاني ولا يفطر منفرد بشوارة ولو من الظهر إلا بمبيح وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف تردد ورؤيته نهارا للقابلة وإن ثبت نهارا نمسك وإلا كفرا انتهك وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشكي وصيم عادة وتطوعا وكفارة ولنذر صادفة لاحتياطا إلى آخر ما يكرخلي الوقت ما زال الله يبدو أنه قد ينتهي إذن انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة في نهايته أشكر شيخنا الجليل الأستاذ الدرديري والبابة والمعطى على الشروح الوافية التي أتحفنا بها طيلة هذا اللقاء الممتع والشكر موصول كذلك للفريق الفني الذي أشرف على إخراج هذه الحلقة وكذلك للمشاهدين الكرام في كل مكان إلى أن يضمنا وإياكم لقاء مقادم في حلقة أخرى تقبلوا تحايانا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته